هنا بسم الله الرحمن الرحيم هنتكلم عن حركة العصر الجديد بتاعت الناس الهنوت اللي هم دايما حركة العصر الجديد مرتبطة بالهند ومرتبطة بالهند تلف تلف ترجع للهند والديانة بتاع الهند اللي هي الهندوسية هي اسمها هند وهي اسمها هندوسية اي حد تولد في الهند فهو هندوسي كده وخلاص انت اسمك هندي بقى انت هندوسي وخلاص إلا بقى لو أنت عندك ديانة تانية أو أنت أعلنت أنت عندك ديانة تانية لكن الهندوسية المفروض أنها مرتبطة بالهند بالوطن اللي اسمه الهند المهم المهم حركة العصر الجديد إحنا ما نعرفش هي كيف بدأت ولا من اللي بدأها بالزبط بس تلف تلف وترجع للهند يعني ما تفق أنت تلفت تتنطط تشتلطت حط تليجت في الهند عند الآلهة بتاع الهند وعند عقيدة وحدة الوجود وعند أن الكون كله عبارة عن طاقة وأن أنت طاقة وأن الله يحل في مخلوقات عقيدة الحلول والاتحاد فهما الناس دول الله يهديهم يعني الجن وعفاريت وشياطين الشرق الأوسط طاق مش مكفيها ماشيه فقال لك يلا بينا نروح على الهند أمي يا والا أنت وهو نروح على الهند إيه نستورد لنا شوية عفاريت من الهند حركة العصر الجديد والملابيس تروح الهند لازم عشان تبقى روحاني تروح الهند لازم عشان تكون فيلسوف وفزلوك وفلعوس ومن الفلاعصة الفلاسفة هو كده هو أنت عايز تبقى حكيمة ولا لا لازم تروح الهند الهند هي أول طريق الحكمة يا ولدي لازم تروح الهند عند العيال الملابيس اللي هناك الله يجحمهم ونزل نازك السمع عليهم وتترك خلفك البتنجان وتبحث عن الحب والسلام والبتنجان وتكون رجلا حكيما وتتخلص من المشاعر السلبية والطاقة البتنجانية وتصبح إنسان يعني مسالم وإنسان متصالح مع الطبيعة ومتسامح مع الطبيعة ومتسامح مع ديك أم الطبيعة البشرية المنجوسة ومتصالح مع البشر المناجيس ومتصالح مع طبيعة البشر المناجيس ويعني خد بقى كلام بتاع المهات مغاندي والأشكال الضلة دي وخد بقى حكم وفلسفة وهرئي هرئي هرئي يقدر على هرئي ملاعين الوالدين يقدر على هرئي ملاعين الوالدين وطبعا الأمريكان أخدوا من الهرئ دا طبعا الأمريكان نفسهم كأمريكان خدوا من الكلام دا وتعلموا منه صاروا يعرفوا يتكلموا يتفلسفوا زي الهنود ملاعين الصلايب وكله بقى يتعلم من بعضيه البت اللي اسمها اللي كانت المعلمة بتاع هتلر دي هتلر كان بيقرأ لمرة المرة اللي كان بكراء له هتلر المرة اللي اسمها ايش هنفتكر اسمها دلوقت المرة اللي هي كانت من برج الاسد دي وكانت عاملة كتب في الباطنية برضو وكانت مقسم البشر لتمن اصناف او تمن انواع المرة دي مرة كل مرة انسى اسمها واسمها صعب كده وغريب طيب المرة دي راح تتعلمت في الهند يعني اعيز اوقف التسجيل عشان نشوف المرة دي كان هو شي اسمها هيلينة بلاتافاسكي ايوه افتكرت اسمها لانت الحرام دي هيلينة بلاتافاسكي هيلينة دي برضو راحة الهند كل واحد من الحكماء والعلماء والفقهاء والروحانيين والصوفيين والغنوصيين الباطنيين والذين يفهمون في علم السر وفي علم الخفاء وفي علم التعدد الارواح وحياة الارواح وان الروح دي كانت مش عارف روح كلب وروح قطة وروح شجرة والادعاءات الفارغة بتاع الحياة السابقة وان انت كنت كلب في الحياة السابقة وان ده كان مدرس في الحياة السابقة وان ده كان رقاصة في الحياة السابقة واني ده كان جندي في الحياة السابقة واني ده فلان الفلاني تفتح باب الادعاءات بقى كل واحد يقوم النوم انا يا جماعة كنت معلم في الحياة السابقة يجي واحد تاني يقولك لا لا انا مرضنيش انا كنت ملكة في الحياة السابقة وكان اسمي بلقيس وانا من تعدد حيوات بلقيس وكل واحدة تقوم النوم تقولك انا كنت ملكة في الحياة السابقة يا بنت الكلب يا واطي انت وهي خير ان شاء الله خير يا ملاعين خير يا ملاعين الصلايب خير 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 ان شاء الله كل واحد فيكم بقى مالك في الحياة السابقة كده بقى انت فاهم اللي هو تعدد الحيوات وتعدد الارواح وانا كنت مالك في الحياة السابقة وانت كنت مالك ولما انا وزير وانت امير مين فينا مين بده يسوق الحمير وخلاص بقى الهلس افتح يلا بوابة الهلس وبوابة الاحلام وبوابة الفنتازيا وبوابة الخيال وكل واحد يتخيل اللي هو عايز وانا تخيل ان انا كنت تنين ده يتخيل ان هو كان ديناصور ده يتخيل ان هو كان سحلفة ده يتخيل ان هو كان زومبي ده يتخيل ان هو كان كلب ده يتخيل ان هو كان قطة كل واحد يبني يفتح اللي هو عايز كل واحد يقول اللي هو عايز يقوله هرئي هرئي طيب ما فيش دوابط ما فيش قواعد ما فيش قوانين ما فيش اطار ما فيش كده حدود ما فيش كده معقول لا ما فيش لا عقل ولا منطق اتفقنا الناس دول بتقول الهنود ملعين الصلايب لا لا عقل ولا منطق انت ادعاءات لا اصلا لها وكل واحد يدعي لو عايز يدعي اللي يقول لك انا كنت صلاح الدين في الحياة السابقة واللي يقول لك انا كنت هتلر في الحياة السابقة كل واحد يعني زرات بقى كل واحد زرات والعرب طبعا اذا فتحت لهم البوابة بوابة الزرات عند حركة العصر الجديد والملبيس لا الحكيم نشأت منذر مجد النور من جماعة الهند اهو اهو هذا ما جلبته الهند علينا هذا ما جلبته الهند علينا هذا ما جلبته الهند علينا ارض العجايب والغرائب والفنتازيا والخيال والحاجات اللي ما تدخلش العقل ولا المنطق والحاجات اللي مش مفهومة والحاجات اللي ملها السبب والحاجات يعني خفية السبب والتي لم يدرك أسبابها ولم تفهم ولم تفسر ولم تحلل ولم تكتب ولم تلاحظ ولم تنتقد ولم تسجل ولم تدون الضياع الضياع الكبير الضياع الكبير عند هؤلاء فيعني ما شاء الله هم عندهم عقدة الخواجة حتى عقدة الخواجة عندهم في الجن والشاطين يعني حتى الشخص ده عنده عقدة الخواجة في الجن والشاطين الله يجحم الملبيس الله يجحم الملبيس الله يجحمكم يا الملبيس الله يجحمكم الله يجحمكم ربنا بلن بيكم ربنا بلن بيكم يا ملاعين الثوى ربنا بلن بيكم الله بلن بيكم الله من فوق سبع سماوات بلن بيكم يا ملابيس فما تفهمش الناس ده عايز إيه في الحياة يعني ما تفهمش ايش تبغون انت بالزبط واش كصتك في الحياة واش تبغى ايش تريد ايش تبغى يعني انت عايزي يا ابن ادم عايزي يا ابن ادم عايزي يا ابن ادم عايز توصل لفين طيب انت عايز توصل لفين يعني خلينا نشرب شاي ونهد ونروع اعصبنا الحين العيل بتحركة العصر الجديد والقيال ادباع الثيو صوفية الثيو صوفية بتوعهيلين بلاتفاسكي اعصابنا وبنروأ المنجة انتش مزعلك احنا بنروأ اعصابنا وبنروأ المنجة وتاني يوم تاني يوم تلاقيه طالعلك بتفسير جديد للقرآن تاني سبحانه 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 وتعالى سبحان الله سبحان الله كيف عنده القدرة انه يؤلف وانه يحشي في المحشي ويهري في المهري سبحانه 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 اللي خلقك سبحانه اللي خلقك فصورك ابن ادم سبحانه كيف ربنا خلق بن آدم بهذا الشكل خنزير بيتكلم أول مرة شوف خنزير بيتكلم سبحانه سبحانه اللي خلقك سبحانه أول مرة شوف خنزير بيتكلم سبحانه وتعالى سبحانه كيف البشر بهذا الشكل كيف البشر بيخترعوا حاجات من رأسهم ليست واقعية وليست موجودة في أرض الواقع ولا في أرض الخيال ولا حتى في أرض الأحلام والأوهام فين العقل والمنطق أرض الواقع والعقل والمنطق ما فيه والعقل والمنطق والمعقول ما فيهش أرض الواقع والعقل والمنطق والمعقول سواني نكتب الجملة دي عشان بحطها بنر للقناة بتاعتها أرض الواقع والعقل والمنطق والمعقول أرض الواقع والعقل والمنطق والمعقول والحاجات اللي تدخل الدماغ بين هذا الحاجات اللي تدخل الدماغ سيبك من الفانتازيا ومسيبك من الخيال ومسيبك من العلبة وحركة العصر الجديد يتم جهAr دمرونا يمين بالله انهم ضمرون ينفع كده بردو tapi م م ميص ojos بحت كل واحد ييوم للنام يفصرジャي literature كل واحد ييوم اليوم بال compliance ينفع كده يا جماعة يا جماعة صلى على النبي ينفع الكلام اللي انتم بتعملوا ده عيبة يا جماعة عيبة يا جماعة ما ينفعش الكلام ده عيبة يا جماعة مش كل واحد يقوم من نوم يفسر كران على مزاجه يا جماعة يا جماعة صلى على النبي يا جماعة صلى على النبي يقوله لا إله إلا الله محمد رسول الله مش كل واحد يقوم من نوم يفسر كران على مزاجه يعني أنتم تتبعون الشهوات أنتم تتبعون الهواء أنتم تتبعون المزاج أنتم تضلون عن سبيل الله إنكم أيها الضالون المكذبون لماذا تكذبون أيها الضلون ضلال في ضلال ضلال في ضلال ضلال في ضلال يصبح ضلال فما يعني أنت تعجز نعجز أمام الفنتازيا الهندية وأمام الدراما الهندية ميلودي دراما لا هي مش اسمها أمريكا اسمها ميلودي أفلا أولا هوليود هوليود الأمريكية وبوليود بوليود الهندية السينما الهندية سينما فيها حكايات وحوارات وافلام وافشخنات وقصص وابتنجان وحاجة كده غريبة الله يعين فده معانا الاستاذ الحكيم نشأة منذر مجد النور وعلى خطاء اوشه وصدجوره والاشكال الضالة دي الله يعين الله يعين وشكرا